طيب مجلس إدارة النادي الآلي بقى في تفعيل دوره لأنه بعد ما تلقى خطاب الاعتماد بالانتخابات وانتوا عارفين أنه اتجه الأستاذ العمري فاروق الانتخب على مقعد النائب وأرجعت اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية اعتماد نجاحه تجه بملفه إلى القضاء حددت محكمة القضاء الإداري يوم 19 ديسمبر الجاري موعدا لنظر هذه الدعوة مجلس الإدارة بعد هذا الاعتماد بكرا إن شاء الله التلات في اجتماع لكابتن محمود الخطيب والأستاذ ياسيم منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم في أول تفعيل لنشاط شركة كرة القدم على النحو العملي اجتماع مع المستر بيتسو موسماني المدير الفني للاتفاق على خطوط عريضة ومهمة جدا للمرحلة القادمة سيعقوبه يوم الأربع إن شاء الله اجتماع لمجلس إدارة النادي شوف موضوع إن اجتماع مجلس ضبط النادي ويعني القبول باعتماد النتيجة من الاتحاد من لجنة المنبية المسألة أصلا مش عناد مسألة مش مين أقوى ومين يفرض كلمته لأن المسألة فيها مسائل منطقية ولو ليها سابقة كنت تستند إليها في الحالات اللي زي دي يحصل إيه ما فيش حالات زي دي اللي خص النادي الأهل يتملي ما تلاقلوش حيالات زي دي تلاقي حالات كده لوحدها ويسبوك بقى إيه تضرب أخماس في أزداد أزداس أما وأن الأمر في بيني ذا القضاء يبقى خلينا مشيين والحل هناك في القضاء طيب في مصالح أستاذ إبراهيم ما تتعطل شي صحيح لتدخل عنه لو كمان هتبقى فيه فراغ إداري لأن أنت مجلس إدارة مدته انتهت ما هو دي المصالح ما هو يعني الفراغ الإداري معناها اتخاذ القرار حيمشي إزاي انت عندك بطولة عالم أهل الأندية وعندك إجراءات وقوائم بتتعمل وفلوس هتتصرق وتوقيعات شيكات يعني فيه تغيير في توقيعات الشيكات وعادة تفويض لكابتن خطيب كمشف على كورة فيه حاجات كتير فانت مضطر تتعامل ويسيب القضاء يقول كلمته طيب ده الاجتماع المهم اللي قلت لحضراتكم سواء اجتماع التلات بشأن كرة القدم بين الكابتن خطيب والأستاذ ياسين منصور مع مستر بيتسو أو اجتماع الأربعاء لمجلس الإدارة لاعتماد بقى تشكيلات التكلفات في اللجان في المرحلة اللي جاية ده اجتماع اجراء مهم ترجمة نانسي قنقر